رسالة وصلت إلينا من عائلة خضيري من الجلفة يقول نطلب الدعاء للوالدة والجدة الزهراء التي توفيت وكانت قمة في الأخلاق وحب الفقراء وكانت من أهل الخير وفتحت بيتها للمحتاج والفقير وعابر السبيل والمريض واليتيم اللهم ارحمها برحمتك واسترها بسترك واحفظها بحفظك واجعل خير أيامها يوم تلقاك اللهم اوزق أهلها الصبر والسلوان شوفوا هذا المرة هذه خضيري من الجلفة في حياتها فتحت بيتها للفقير المسكين اليتيم الأرملة المريض قاع هذا الناس كلاو عندها وشبع عندها وضيفتهم وعطاتلهم وكساتهم وحماتهم يعني شوف الإنسان في حياته كيف يوجد للآخرة انتاعه لا تظنن الموت موت إنما هي إلا نقلة منها هنا حسناً شكرا